السعودية بتعتقل المصريين ليه؟ ده سؤال مهم الحقيقة لازم نسأله لأنه الموضوع زاد قوي عن الحد ويعني خرج عن السيطرة وعن حدود اللياقة واللباقة والديبلوماسية والعلاقات الأخوية أنا الحياة مش فاهم لما صيدالي يكتب تعليق على مصم الرياض يقول ما بقاش فيه دم فين التهمة؟ ليه يعتقل؟ ليه يختفي قصريا؟ لما شاب تيك توكر اسمه زلزال الصعيد يعمل فيديو عن فلسطين ليه النور يقطع علينا في الستوديو؟ ليه يا جماعة برضو ايه المبرر؟ ايه العلاقة؟ موضوع بقى متكرر جدا الحقيقة فليه السعودية بتعتقل المصريين؟ هو نفس السؤال بالزبط اللي احنا بنسأله في موضوع النور اللي بيقطع علينا تعال نشوف حساب معتقل الرأي نشر قال اين برح لا معلومات عن الصيدالي المصري المقيم بالسعودية خالد مسعد الذي اعتقلته سلطات المملكة في اكتوبر الماضي على خلفية كتاباته عبارة مفيش اي دم على موقع اكس وذلك تعليقا على افتتاح ولي العهد لكأس العلم للالعاب الالكترونية بالتزامن مع استمرار القصف على قطاع غزة هل فيه اي حد من حضراتكو؟ يعني عنده اي تعليق تاني على موسم الرياض غير انه مفيش اي دم؟ هل فيه اي تعليق مناسب؟ انه الناس في غزة كانت بتقصف وبتموت وتركي جايب مكدونالدز سبونسر؟ طب ما هو الامر الطبيعي انك هتقول يا جاعة عمي مفيش دم ولا ايه؟ دي كلمة المتعرف عليها الدرجة والله الراجل معتقل ما حدش عرف عنه حاجة نشوف كده زلزال الصعيد كلام برضو المستمر عنه من يوم اكتوبر عشر اكتوبر تقريبا تأكد اعتقال السلطات السعودية للمواطن المصري عبر رحمان محمد عبر حيم المشهور على تيك توك باسم زلزال الصعيد جرى الاعتقال في اكتوبر الماضي بمكة المكرمة عند تواجده لأداء مناسك العمرة برفقة والدته على خلفية نشر الفيديوهات تتضمن محتوى يدعم القضية الفلسطينية والمدنيين في غزة تعالوا نشوف مع بعض عدد من المصريين المعتقلين في المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة الصيدالي خالد مصعد اعتقل بسبب التضامن مع غزة وهو الان مختفي قصريا المعتمر والتيك توكر عبد الرحمن محمد زلزال الصعيد وهو ايضا معتقل بسبب غزة الدكتور صبري شلبي حكم عليه بعشر سنوات لمطالبته بتسوية راتبة النبيون العشرة اللي حكم عليهم باحكام من عشرة لتمنتاشر سنة وده كان بسبب تنظيم ندوة عن حرب اكتوبر تلاتة وسبعين والسفارة المصرية الحقيقة ما تدخلتش ابدا لاطلاق صراح اي حد من الناس دي احنا الحقيقة عندنا يعني مشكلة حقيقية في موضوع المصريين اللي في السعودية وده دفع عدد من المنظمات الحقوقية انها تدخل على الخط منها المفاوضية المصرية للحقوق والحريات اللي طلبت في بيان قبل كده بالافراج عن الطبيب المصري المحبوز بالسعودية صبري شلبي وبتتكلم انه عدى سنة على الحكم الصادر ضده بالحبس عشر سنين وبتتكلم عنه عن موضوع شغله وانه اقام دعوة وانهم في الاخر فجأة رفضوا الاستقناف ويخدوه على السجن منظمة العفو الدولية ايضا كان لها تقرير يتعلق بالنبيين العشرة المحتجزين او المحبوسين داخل المملكة العربية السعودية وطلبت بالافراج عنهم بشكل ثوري موقع الاستقلال كان ليه تقرير عجبني عنوانه اوي سحل العالقين هكذا اهدر السيسي كرامة المصريين بالداخل والخارج وكان بيتكلم التقرير على مجموعة من المشاكل اللي تعرض لها المواطن المصري في الخارج في بعض دول الخليج منها السعودية والكويت السؤال اللي بنسأله هنا يا جماعة لو ان مصر اعتقلت مواطنا سعوديا لاي سبب كان ايه تعامل فيصل بن فرحان وزير الخارجية ايه تعامل تركيا الشيخ رئيس هيئة الترفيه ايه تعامل محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ايه رد فعل الشعب السعودي اعتقد ان اي حد من الاطراف الاربعة لن يقبل ان مصر تعتقل مواطن سعودي وتحكمه وتحكم عليه بالسجن وبالتالي لا احد يقبل ابدا ان السعودية تعتقل مواطنين مصريين وتحبسهم وتحكم عليهم بالسجن على الشعب السعودي على الاعلام السعودي على النظام السعودي ان يوقف هذه المهزلة وانا مش عارف الحقيقة لازم اقول الجملة الاخيرة دي وعلى النظام المصري ان يخلي عنده شوية كرامة ودم ويدافع عن عيالنا المحبوسين في السعودية